بداية طيبة موفقة يا شيخ خالد وربنا يجزيك خير يا رب ويرزقك الإخلاص والقبول ويجري الخير على لسانك وقلبك هل وأوي جلسات التفسير القرآن الكريم في مسجد الحصري ذلك المسجد الذي يحمل اسما وعلما اسما وعلما من أعلام التلاوة في جمهور مش في مصر العربية شوف صور على الشاشة ما شاء الله لك وتألم الله ياخذت حسنه في نفحات كده سبحان الله اه والله امتداد لهذا الاسم المبارك مولانا الشيخ محمود خليل الحصري ويهي ده الاعداد دي ما شاء الله لك قوة إلا بالله الحمد لله دي البقى المحبة الصديقة الناس الحقيقيين الفضل الحقيقي من الله سبحانه وتعالى أهل الطقوة وأهل الإحسان اللهم لك الحمد والمن والفضل والكرم أهو شوف يعني تقريبا الشوارع مبارح كانت يعني شبه فريغة بسبب مباريات كرة القدم وكاس العالم ومعرف شيء إلا أن دول هم الذين آثاروا أن هم يعملوا عملا يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى في هذا الوقت جزاهم الله الفخير وتكبدوا عناء المشاقة من جميع أنحاء البلاد بفضل الله زي ما حضرتك شايف الحمد لله رب الجود والكرم الحمد لله يعني الحياة أعداد غفيرة وعلى رأسهم الحاجة ياسمين الحصري الله يكرمها وبارك فيها بنفسها حضرت المحاضرة وكانت المحاضرة الأولى في تفسير القرآن الكريم تكون بها محاضرة أسبوعية يا سيدنا ولا يمر واحدة بخلاصة؟ لا إن شاء الله حيكون بناء على تعليمات سيد وزير الأوقاف سيد الأستاذ الدكتور مختار جمعة حافظه الله وأمد له في عمره وبارك له وأثابه على فتحه لبيوت الله وتعميره لبيوت الله إن شاء الله حتكون أسبوعيا بإذن الله كل يوم أربعة بفضل الله بعد صلاة العشاء الحمد لله رب العالمين وكما ترون الحمد لله هكان لقاء يعني أكثر من حضره العلماء قبل عامة الناس يعني أنت تراحل الحقيقة جمهرة كبيرة من سادة علماء الأزهر من علم ورحم بين أهل يسير يا أخي والله شيء يثير الفخر وهم أعلموا مني والله هم أعلموا مني ويحملون أعلى درجات العلم يعني سبحان الله وبعضهم حصل على الدكتوراه في التفسير وبعضهم حصل على الدكتوراه في الفقه وبعضهم حصل على الدكتوراه في العقيدة وبعضهم حصل على الدكتوراه في السيرة علماء أجلاء أكفاء جم وحضروا معنا المحضرة عضيدا وعكان على رأسهم الدكتور السيد مصعد وكيل وزارة المنطقة الجيزة أو المحافظة الجيزة فالحياة شرفه الله وأكرمه الله وبالغوا فيه ترحابنا وأقابلنا الناس وأهم حاجة أنك تلتحم عن الجمهور أصلي خد بالك الناس أحياناً بيظنوا أننا قاعدين بس في الاستيديوهات بعيدين عن مشاكل الناس وبعيدين عن الاتصال المباشر معهم وتشوف ظروفهم إيه وتسمع منهم بنسمع منهم وبيعودوا معنا والتقى وتشوف تخال عدد كبير من العلماء